السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات هل شعرت يوما بأنك منهك بلا سبب؟ تنام لساعات طويلة وتستيقظ وكأنك لم تنام؟ تشعر بأن رأسك ثقيل، تركيزك منخفض وحركتك بطيئة؟ يقال لك أنت سليم لكنك من الداخل تشعر بالعكس تماما في هذا الفيديو لن أخبرك فقط عن الإرهاق بل سأكشف لك السر الخفي الذي يختبئ خلفه السر الذي قد يكون السبب في معاناة ملايين البشر وللأسف كثير منهم لا يعرفون أنه السبب الحقيقي سنبدأ رحلتنا معا لنفهم القصة من أولها من الأعراض إلى الأسباب إلى التشخيص وحتى العلاج وسأبقي المفاجأة للنهاية لكني أعدك أنك ستخرج من هذا الفيديو بمعلومة قد تغير حياتك وحياة من تحب فلنبدأ ربما ظننت أن الإرهاق هو المشكلة الوحيدة لكن الحقيقة هناك علامات أخرى خطيرة ومزعجة تظهر بصمت تنميل في اليدين أو القدمين ببعض في الدماغ مزاج سيء اكتئاب أو قلق غير مبرر صعوبة في المشي أو التوازن ببعض في الذاكرة خفق عن قلب شحوب في الوجه فقر دم غريب لا يتحسن بالحديد كل هذه الأعراض قد يجمعها سبب خفي واحد وسنصل إليه بعد قليل هنا المفاجأة معظم هذه الأعراض لها علاقة بنقص فيتامين واحد فقط نقصه لا يحدث تعبا فقط بل قد يدمر لعصاب ديمر ببطء في بعض الأحيان تبقى الأعراض لأشهر وسنوات دون تشخيص صحيح لكن ما هذا الفيتامين سأخبرك به لاحقا لأنك تحتاج أولا أن تعرف من هم الأكثر عرضة لهذا النقص بعض الناس يعيشون لأعوام وهم لا يعلمون أن أجسادهم تستنزف وهذه الفئات تحديدا هم الأكثر عرضة من يعتمد على نظام نباتي دون مكملات فهو لا يحصل على هذا الفيتامين أبدا من الطعام لأنه ببساطة يوجد فقط في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض والكبد والأسماك ومع مرور الوقت تنضب مخازن الجسم وتبدأ المعاناة قد لا تظهر الأعراض سريعا لكن مع الوقت يبدأ الشخص بالشعور بخمول ذهني ضعف عام وحتى اضطرابات عصبية كبار السن مع التقدم في العمر تقول قدرة المعيد على إفراز الحمض اللازم لامتصاص هذا الفيتامين حتى مع وجوده في الطعام ولهذا نجد كثيرا من كبار السن يعانون من التعب والنسيان والاكتئاب ويظن أنها مجرد علامات كبر بينما هي في الحقيقة علامات نقص يمكن علاجه بسهولة مرضى المعيدة والجهاز الهضمي من خضعوا لعمليات كجراحة السمنة أو قص المعيدة أو يعانون من التهابات مزمنة في المعيدة أو الأمعاء يفقدون القدرة على امتصاص هذا الفيتامين من يتناولون أدوية الحموضة باستمرار مثبتات الحموضة تقلل من امتصاص الفيتامين بشكل مباشر إذا كنت تعتمد عليها لأشهر أو سنوات فحذر قد تدفع الثمن لاحقا الكثير من الأشخاص يعتمدون على هذه الأدوية وكأنها حبوب سحرية يتناولونها بعد كل وجب دسمي أو شعور بسيط بالحموضة لكن قل من الناس يعرفون أن هذه الأدوية تعيق امتصاص بعض الفيتامينات الأساسية ومنها هذا الفيتامين الخطير مدمنوا الكحول الكحول يؤذي المعدة والكبت والأمعاء ويؤدي إلى سوء امتصاص هذا الفيتامين إضافة إلى نقصه في النظام الغذائي أصحاب بعض الأمراض المناعية مثل مرضى الغدية الترقية أو فقر الدم الخبيث حيث يهاجم الجسم خلاياه المسؤول عن امتصاص الفيتامين إذا شككت بوجود هذا النقص فلا تعتمد فقط على تحاليل الدم العامة تحاليل هذا الفيتامين قد تظهر طبيعية أحيانا رغم نقصه في الجسم لذلك يفضل إجراء تحاليل أدق مثل الهوموسيستين هذه التحاليل تكشف عن التغيرات الاستقلابية الناتجة عن نقص الفيتامين حتى إن بدأ مستواه في الدم طبيعيا وإذا ثبت النقص فالعلاج سهل وسريع الحقن العضلية لأقراص تحت اللسان والمكملات اليومية الأعراض تتحسن تدريجيا وقد يستغرق التعافي التام من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب شدة الحالة الفيتامين الذي كنت أتحدث عنه طوال هذا الفيديو هو فيتامين بي 12 نعم نقص بسيط منه قد يسبب أعراضا تشبه أمراضا قطيرة وقد يبقى نقصه دون تشخيص لأشهر أو حتى سنوات لكن الجيد أن الحل موجود وبسيط وفعال جدا صديقي الغالي إذا وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فهذا يعني أنك إنسان واعي ورائع تبحث عن الحقيقة ولا ترضى أن تعيش بنصف حياة أو بطاقة ضعيفة وأنا هنا لأقول لك أنت تستحق أن تعيش بكامل طاقتك إليك هذه النصائح العملية لك ولكل من تحب حتى لا تقع أنت أو أحد من حولك ضحية هذا النقص الماكر لا تتجهل أعراضك التعب التنميل الضباب الذهني ليست أمورا عابرة دائما استمع لجسمك وافحص عندما تشك إن كنت نباتيا أو كبير في السن افحص بشكل دوري لا تنتظر ظهور الأعراض الويقائي أفضل إذا كنت تتناول أدوية الحموضة أو أجريت عملية جراحية في المعدة فأنت في خطر أعلى تحدث مع طبيبك بشأن الفيتامينات اللازمة لك راقب مزاجك وذاكرتك التغييرات النفسية والعقلية قد تكون أول علامة لنقص هذا الفيتامين خاصة عند كبار السن لا تكتفي بتحليل واحد فقط في بعض الأحيان يكون التحليل طبيعي لكن بعراض حقيقية اطلب تحليل أكثر دقة ركز على التغذية السليمة إن لم تكن نباتيا فاحرص على تناول أغذية حيوانية غنية بالفيتامين بانتظام وإن كنت نباتيا لا تتردد في أخذ مكمل مناسب ادعم غيرك بهذه المعلومة ربما هناك شخص قريب منك يعاني بصمت كلمة منك أو مشاركة هذا الفيديو قد تغير حياته تابع معي دائما اختر النور اختر الوعي واشترك في قناتي ليصلك كل جديد أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتورة أكابر هضور علي استشاريه بالأمراض الباطنة والغدق والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي مؤتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشهورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل مصيحة طبية لحالتك ولا تقم بتعديل جرات الدواء بدون استشارته اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أيبال التقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عالت الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته